موسيقى شنت الاستخبارات العسكرية بحامية تابت حملة اعتقالات وسط سكان الغرياء حيث اعتقلت 26 شخص واختادتهم الى حامية الجيش نصف كيلومتر شمال الغرياء وقامت بضرب وتعزيب ما بين 3 وحتى امس الخميس وكشف واحد من اقارب المعتقلين لراديو دبنغا ان عناصر من الاستخبارات العسكرية داهمت مساء يوم الثلاثة عدت من المنازل واعتقلت 7 اشخاص مساء يوم الاربعاء واربع اشخاص امس الخميس واقتادتهم جميعا الى الحامية الاسكرية وقامت بضرب وتعزيبهم وقال الشاهد بان عناصر من الاستخبارات العسكرية كانت بتوجه للمعتقلين اثناء استجوابهم اسئلة ان اسماء الاشخاص الذين تحدثوا لراديو دبنغا وغنات العربية عن الاختصاب الجمائي واين هم الان داخل الغرياء ام خارجة ووضح ان عناصر الاستخبارات العسكرية بتقول لهم اثناء الضرب والتعزيب الا يكفي اعتذار قائد الحامي اليكم حنوديكم ورى الشمس اذا تحدث احدكم مرة اخرى وقال الشاهد بان المعتقلين بتم اعتقالهم مساء ويطلق صراحهم صباح اليوم الثاني بعد تعرضهم للاستجواب والضرب والتعزيب طيلة الليل مشير على ان اعمار المعتقلين بتتراوح ما بين 18 الى 45 عام وناشت المنظمات الحقوقية والامم المتحدة ان تدخل لحماية وانغاز شباب ورجال تابت من الضرب والازلال وكان شهود افادوا راديو دبنغا مساء يوم الاربعاء عن وصول 10 عربات رينو تابع للجيش لمقر الحامية منتصف النهار حيث مكست هناك لاربع ساعات ومن ثم قامت بنقل حوالي 150 جندي من الحامية واتجحت بهم عند الساعة الرابعة من اصر يوم الاربعاء الى مدينة الفاشر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر